مشكلة الايفون 14 Pro والبرو ماكس الحقيقة انهم نفس الشكل والتصميم بتاع الايفون 13 Pro لكن في الحقيقة كل حاجة فيهم اتغيرت قبل ما نكمل الفيديو كنت حابب اقولكم حاجة انا خلاص رجعت للسوديو بتاعي وان شاء الله هبتدي انتظم على الفيديوهات لان انا اخذت اجازة ودي كانت اول اجازة اخدها من ثلاث سنين والفيديو ده هو فيديو بعد شهر استخدام وفيه فيديوهات كتير انا كنت مشاهرة قبل ما ازل اجازة وان شاء الله هبتدي انزلها قريب زي مقانة الكاميرات ما بين الاس 22 ultra والايفون ومقانة كاميرات الايفون من اول الايفون 10 لحد الايفون 14 مثل ما أعطيتكم والفيديوهات دي هتنزل قريب ان شاء الله فانتشوش تذهب عوني عشان ما يفتكوش الفيديوهات دي وتعالوا نكمل الفيديو ويمكن اكتر حاجة هتاخد بالك منها هي الديناميك آيلمد وهتلاحظوا سنة دي معظم الفيديوهات اللي بتنزل على الانترنت الفام نيل بتاعها بوش التلفون مش ظهره لان حتى ظهره اللون الجديد مش باين قوي وأبل هي اول شركة تستخدم فتحة العدسة والسنسورز اللي قدام كجزء من السوفتوير وتحسسك انها جزء من التلفون وبتخلي الجزء من الشاشة ملوش لازمة بقى لي لازمة وخصوصا انها دخلة في الشاشة اكتر من الناطش وده هتلاحظوا وانت بتتفرج على فيديوهات من غير حتى الشاشة كاملة وبصراحة اخدت وقت عشان اتعود عليها في مشاهدة الفيديوهات وعجبني انها شغالة مع معظم التطبيقات مش بس تطبيقات أبل وطبعا لها استخدامات تانية زي مثلا تتابع نتائج متشاط تشوف الوقت بتاع الديليفري او الاوبر بتاعك لكن انا ما استخدمتهاش في الحالات دي لكن مع الاستخدام انا لاحظت فيها حاجة عشان انا مثلا متعود لما يكون عندي اشعار فوق او مكالمة شغالة فوق واسحابها لتحت بتفتح لكن هنا لو سحبتها مش بتعمل حاجة لازم تدوس عليها ودوسة خفيفة مش دوسة اللي هي الفورستوتش وطبعا هيتاخد مني وقت عشان اتعود عليها بس انا لسه بعد ثلاثة اسابيع استخدامت لسه متعودش عليها وبتلغبط فيهم وهنا الاول مرة بقى فيه الالويز اون ديسبلاي وزي ما قلت قبل كده هي بتظلم الشاشة مش بتقفلها وان الصوت طوع بتاعها بيختلف على حسب الاضاءة اللي انت فيها وده كتير بيخلينا اتلغبط وافتكر ان التليفون شغالي لكن مع الاستخدام انا لاحظت فيهم ان هما بيستخلوها بطريقة ذكية يعني لو قفلت الشاشة وانت معاك مكالمة اللي بيبين هي المكالمة بس للاسف شغالة على خراية ابل بس من الشغالة على خراية جوجل وأتمنى ان جوجل تستغلها قريب لانها كده بتستهلك طاقة اقل بكتير من ان تفضل الشاشة شغالة على الخراية وطبع الناس كتير سألتني عن البطارية لان البطارية هنا حجمها اقل شوية من الثرسين برو ماكس وكمان هنا بقى فيه الويز اون ديسبلاي بيستهلك طاقة اكتر والبطارية في الاول كانت ضعيفة وكانت بتكمل معي اليوم بالعافية وبتديني ست ساعات ونص استخدام لكن بعد اخر تحديث نزل البطاريات حسنت بشكل كبير وكانت بتديني اكتر من سبع ساعات ونص استخدام ده والاولويز اون ديسبلاي كمان شغالة والاولويز اون ديسبلاي مش شغالة كانت بتعدي الثمان ساعات استخدام وفي اختبار الجيمينج انا بدأت بالبطارية 100% بعد عشر دهائه متواصل البطارية فضلت 100% ما نزلتش وبعد ساعة متواصل نزلت 93% وده اقل رقم طالعلي في الاختبارات اللي انا عملتها قبل كده اما بالنسبة للحرارة في اختبار الجيمينج درجة حرارة التلفون تلعت من 24 درجة مقاوية ل 30 درجة مقاوية بعد ساعة متواصل من الجيمينج وده يعتبر رقم معقول جدا وده يجبنا النقطة الناس كتير انتقادتني فيها في فيديو انتباعاتي الاولية هي سطوع الشاشة الـ 2000 نتس انا ما عنديش شك ان الشاشة السطوع بتاعها بيوصل الـ 2000 نتس لكن الحرارة انا طبيعي ان اي تلفون بتستخدمه في الحر تلفون بيسخن وطبيعي اي تلفون بيسخن الشاشة بتاعته اللي سطوع بتاعها بيقل لكن مش طبيعي ان انت تقولي تلفون 2000 نتس واستخدمه خمس ده في الحر وابا مش شايف اي حاجة من الشاشة واحد زي مثلا انا شغلي كله في المواقع فاتور اليوم في الحر الميزة دي ممكن تفرق مع حد مثلا الجو في البلد اللي هو فيها جو معتدل جو حلم لكن في الجو الحر اللي عندنا دي مش هتفرق معي انا ممكن كانت تفرق معي اكتر لو الشاشة بعد عشر او ربع ساعة استخدام في الحر الشاشة فضلت 1000 نتس دي بالنسبة لي هتكون عملية اكتر من ان الشاشة هتتبقى 2000 نتس لمدة دقيقتين وانا برا وده يجبنا التاني نقطة الناس برضو انتقادتني فيها في فيديو انتبعاتي الاولية ان انا اتكلمت ان التلفون لسه بيستخدم لايتنينج وكان بياخد وقت طويل عشان ينقل البيانات بتاعته والموضوع مش بس ان هو بينقل البيانات في وقت طويل لا سبب رئيسي ان التلفون ما بيشحنش بسرعة اكتر من العشرين وقت ان هو لسه بيستخدم اللايتنينج لان اللايتنينج زي ما قلت هو يو اس بي توم ما بيستحملش طرعة نقل البيانات السريع ولا بيستحمل الشحن السريع وده انا متأكل ان انتو هشوفوه قريب لان ابل تضطر انها تعمل الايفون باليو اس بي سينت ساعتها هتقولك ان دلوقتي بقى بيدعم شحنة اسرع من الموجود دلوقتي لكن غير كده اداء التلفون ممتاز ما اختلفش كتير عن السنة اللي فاتت بس التجربة سريسة جدا ويمكن احسن تلفون مطبع سرعة الشاشة المتغيرة لاني ولا مرة حاسيت بسراعة ترددات الشاشة اللي اتكلمت عنه في تلفونات كتير قبل كده والالوان الشاشة كويسة جدا ومن اضاق الالوان اللي موجودة وهتستمتع بتجربة المشاهدة عليها بس بعد ما تتعود على القطاوت في الشاشة والسماعات هنا من احسن السماعات اللي موجودة في سمارت فون ونيجي بقى الاكبر تغيير في التلفون اللي ليه اقل تأثيره هو الكاميرات الكاميرات هنا تحسنت بشكل كبير سنسور اكبر عدسات جديدة نظام معالجة جديد فلاش زاكي وفعليا حاجات كتير تحسنت بس كل ده تأثيره بيبان في التفاصيل مش في الشكل كمجمل يعني في تصوير الفيديو الالوان ممتازة الديناميك رينج ممتاز عزل الطبيعي للخلفية لكن هنا لو وقفت في اي وقت هتلاقي تفاصيل اكتر ونظام السبات في تصوير الفيديو تحسن بشكل كبير ودي كانت نقطة ضعف الايفون في السنين اللي فاتت وفي كل المقارنات اللي عملناها ده غير ان فيه نظام الاكشن مود وده بيصور بجودة 2.8K بس بيديك ثبات اكتر واداوه في التصوير السينمائي يتحسن في الشكل والتفاصيل بشكل كبير حتى مع الكاميرا السيلفي وبقى بيصور 4K مش 10 ATP وفي مقارنة الكاميرات دي اكتر حاجة كانت باين فيها الفرق وكمان الكاميرا السيلفي تحسنت بشكل عام في حاجات كتير من جودة وتفاصيل وده بيبان في الصور وكمان في الفيديوهات لكن اللي ما عجبنيش فيه ان ما بقاش فيه عزل الخلفية اللي كان موجود قبل كده للأسف اما تصوير الصور بالكاميرات الرئاسية زي ما قلت من اول نظرة مش هتلاحظ تحسن خير لما تركز في التفاصيل خصوصا في الوايد والالترا ويد لكن التليفوتو مفيهاش اي تحسن ملحوظ ولا حتى تغيير في عدسة او سنسور وده احتمال كبير يكون بسبب ان ابل عايز اتغير الكاميرا لتليفوتو بعدسة بيريسكوب زي بتاعت السامسونج الاس 22 والاس 23 اولترا بس للأسف الايفون تصويره في الاضاءة ضعيفة بالنسبة لي اعتبر نقطة ضعف ممكن تطلع منه صور كويسة لكن مش دايما ومع اقل هزة في التليفون الصور هيروح منها التفاصيل وهوقات كتير الوايد بالانس بيبقى مائل الاصفر ونيجي هنا للحل العبقاري اللي هم عملوهم وهو الفلاش الزكي الفلاش بيغير شدة الاضاءة حسب الكاميرا وحسب المشهد اللي بيتصور ودي من اكتر نقطة اللي ابهرتني فيهم لان دلوقتي حسنت نقطة ضعف بتاعت التليفون وتقدر تصور به في الظروف الصعبة وتاخد صور كويسة وطبعا انتوا عارفين ان التليفون فيه ثلاث كاميرات لكن قبل بتديك بهم خمس وضعيات للتصوير لان هنا بتقدر تصور صور ماكرو ودي تاني سنة لكن اداءها وتفاصيلها بقت احسن وفيه كاميرا زوم جديدة اتنين اوبتيكال زوم ودي بالنسبة لي مفيدة جدا خصوصا في تصوير البورتري لان كتير باب عايز اصور صور بورتري بس التلاتة بتقبأ قريبة جدا والواحد مش احسن صورة ولا اداء فاتنين بتديك صورة ممتازة من مكانك وبعيدا عن موضوع البورتري فاداءها في الصور العادية والفيديوهات كويس جدا وبتصور بسنسور 12 ميجا بيكسل كاملين من غير كروب فزي ما قلت الكاميرات هنا اتحسنت لكن مش بالشكل كبير والفرق ده باين في التفصيل حتى بالكاميرا الـ 48 ميجا بيكسل وانتو دلوقتي عرفتوا كل حاجة عن التلفون انتو شايفين رأييكو ايه هل التلفون ده يستاهل او لا انا بالنسبة لي شايف ان التلفون يستاهل لوحد عايز يجيب تلفون لكن لو انت عايز تعمل اف جريد من الـ 12 او الـ 13 او حتى الـ 11 اللي هو شغال معك الموضوع ما يفرقش كتير ده غير كده ممكن تشوفوا في فيديو من قناة الكاميرات الايفون اللي انا عملتها عشان تشوفوا الفرقات التصوير من اول الايفون 10 لحد الـ 14 وتشوفوا فعلا امتى الفرق في الكاميرات يستاهل التحديث اما لو انت عايز تجيب ايفون وشايف ان الايفون 14 برو والبرو ماكس سعرهم غالي انا شايف ان انت ممكن تجيب الايفون 13 برو والبرو ماكس وهيديك تجربة مماثلة جدا والفرقات اللي ما بينهم ممكن ما تستاهلش بالنسبة لك فرق السعر اللي ما بينهم ولو عندوك اي صفصرات او تعليقات سبها لي تحت في الكومنس لو عايزين تشوفوا فيديو مكانة الكاميرات بين الايفون الـ 14 والـ 13 هسيبهولكو تحت في الـ description وكمان بين الايفون 14 والـ S22 Ultra وده فيديو قوي جدا ماينفعش يفوتكم وان شاء الله شوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم